فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا اختلاف التنوع على وجوه منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم عن اختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن نعم سبق في حديث ابن مسعود أنه سمع قارئا يقرأ بعض الآيات على غير ما يعلمه ابن مسعود فأخذه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع قراءة ابن مسعود وقراءة الرجل لهذه الآية قال كلاكما محسن يعني متبع لأن القرآن جاء على سبعة أحرف وجاءت القراءات السبع والعشر كما هو معلوم وهذا من تيسير الله لهذا القرآن وكلهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل قراءة من هذه القراءات حق ولها سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تختلف فيما بينها المعنى واحد وإن اختلف بعض الحروف وإن اختلف بعض الحروف فهذا لا يغير المعنى هذه القراءات السبعة والعشر وإن اختلفت بعض الحروف فإن المعنى واحد مثل يعملون وتعملون ونحو ذلك يعني بالتاء أو بالياء المعنى واحد لكن وإن اختلف الحرف بالتاء أو بالياء نعم قال ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبرات العيد والجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل من بعض نعم ومن ذلك اختلاف الروايات في المسألة الواحدة فبعض العبادات جاءت على صفات مثل الأذان مثل الإقامة مثل تكبرات العيد التي في الخطبة أو في الصلاة فيها مثل يعني مسائل كثيرة وردت فيها روايات وأحاديث فدل على أن كل من أخذ بصفة من هذه الصفات فهو على حق لأن معه دليلا من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وجه للإنكار في ذلك نظر لتعدد الأدلة وكلنا أخذ بدليل فالاختلاف المبني على الروايات هذا لا يذم بل هو عمل بجميع هذه الروايات